اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فقد سمو الأمير سمو الأمير الواضع لدستور 1962 باعتباره احد العضاء من الحكومة المشاركين في مجلس التأسيسي عام 1962 اول وزير اعلام انشأ في عهده مجلة العربي اللي كانت وجهه الكويت المشرق في الدول العربية وزير خارجية في 1963 ل2003 40 سنة حتى صار عميد السلك الدبلوماسي رفع علم الكويت في الأمم المتحدة في 1963 وساهم بإيجابية ودعم للوحدة والتعاون بين الدول دعم للمصالحة والتوسط بين الكثير من الدول وداعم للعمل العربي المشترك استضافت الكويت ثلاث مؤتمرات في عهده لدعم الشعب السوري وكذلك استضافت دعم إعادة أعمار العراق مساعدات إنسانية استاذ بدر لمختلف الدول قدمها السمو الأمير كان عنوانه البناء والمساهمة والعون والإغاثة دون طلب أو مقابل قائد العمل الإنساني استحق هذا اللقب هذا اللقب اللي استحقه سمو الأمير في عهده استقرت الكويت في ظل ظروف إقليمية صحبة ربيع عربي وغيرها من الظروف بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضله عشنا في أمن وراغد عيش كانت هناك نهضة عمرانية كان هناك اهتمام بالشباب رعاية للمعاق اهتمام بأبناء الشهداء اهتمام بالعلم وتكريم المتميزين ودعم العمل الخير فقيدتنا شبيرة في فقد سمو الأمير أنا صراحة استحضرني أبيات ودني أقولها اللي هي يقول فيها الشاعر فهد مزه البذال أخوي العزيز يقول ما مرحوم يا شيخ البلاد وعلمها مرحوم يا سم القلوب المغلة والله لو نسكب من العين دمها حقك علينا نذرف الدمع كله كله خليج اليوم تبكي حكمها تبكي الزعيم اللي حضنها في ظله اللي اليامالة تبعد له عدلها وكل الدول في حكمته تستمع له وليا حضر وقت المشاكل حسمها زحزيح عسرات المشاكل تجله وليا سمع حاجة بلاد وصلها وجه لها الأرزاق في وقت حلة رمز التواضع ضحكته ما نملها وديوان سلوة كل ناس يدله واليوم نكس العلم في محلها ويا الله تونس وحشته وتغفر له نسأل الله الرحمة الله ما أمين ونسأل الله أن الله يرحمه ويغفر له ولا شك بأن الكويت باقية ومستمرة الكويت في ظل تاريخها بفضل الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بحكام أكفاء يقدون الكويت من مرحلة إلى مرحلة وإحنا كلنا ثقة بسمو الأمير الشيخ نوافل الأحمد وبعضل أهل الأمين الشيخ مشعل الأحمد نسأل الله أن الله يمتعهم بالصحة والعافية والحفظ ونجعلهم الله دخرا للبلاد والعباد ونسأل الله أن الله يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه اللهم أمين الله يطيك العافية دكتور صحي الله لساننا شاعرها ونقلها عسى الله يحفظك صحي لسانك حياك الله دكتور الله يحييك أستاذ بدور شكر لك على هذه الاستضافة والحقيقة أشكركم على خاصة بأنها استضافة أولى فلي الشرف الكبير بأن يكون ضيف عندكم وإن شاء الله نقدم الشيء المفيد بإذن الله إن شاء الله حياك الله دكتور عرفنا عن نفسك للجمهور أول شيء أنا أخرج كلية الحقوق جامعة الكويت ومن ثم عملت الفترة قصيرة في سلك المحامة وبعد ذلك حصلت لي بعثة دراسية من جامعة الكويت في كلية الحقوق درست الماجستير والدكتوراه في القانون الجزائي في جامعة كينت في بريطانيا ومن ثم التحقت في كلية الحقوق وفي القانون الجزائي في جامعة الكويت وما زلنا إلى اليوم لو كل عارف بأن اليوم انتهينا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 انتهيته من العام الدراسي الثاني ولكن أيضا انتهيته من التعليم الإلكتروني هذا صحيح هو يعتبر أطول كورس في يمكن التعليم في دولة الكويت خاصة بأنه هو الكورس الوحيد اللي جمع ما بين التعليم التقليدي اللي يبتد من 19-01-2020 إلى غاية 24-02 وهو اليوم الأخير للعمل قبل بدء جائحة كورونا وما ترتب عليه من تعطيل في جامعة الكويت بناء على قرار من مؤسسات الصحية وبعد ذلك الجامعة استأنفت الدراسة في 9-8 واليوم بفضل الله انتهينا من هذا الكورس طبعا من 9-8 إلى اليوم كان كله تعليم إلكتروني بناء على قرار جامعة الكويت اليوم الموافق كم دكتور؟ اليوم الموافق 18-10 تم انتهاء من التعليم الإلكتروني نعم 2020 بداية احنا صراحة ودنا نتكلم عن فوائد تعليم إلكتروني وودنا أيضا نتكلم عن المميزات والعيوب التي استشفيتوها من هذا التعليم ممتاز نتكلم عن التعليم عن بعد نظرة تاريخية بداية انه هو تعليم ابتدى من السبعينيات القرن الماضي ابتدت في ولاية المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لأسباب قدرتها بأنها من الممكن أن يختصر المسافة وأن يسلم للطالب المنهج الدراسي على أن يحضر إلى الحرام الجامعي لتقديم الإختبارات طبعا هذا التعليم عن بعد تطور فيما راح الكثير تم استخدامه في دولة الكويت لأنه مثل ما تعرف جائحة كورونا يعني صار من الصعب جدا بأن يحضر الطالب وهذا قد يسبب عدوة صحية ممكن أن ينقل هذا الوباء إلى أسرته فلذلك قررت وزارة الصحة بأن يلغى حضور الطلبة وجامعة الكويت اتخذت في هذا الأمر لا شك بأن المميزات والعيوب كثيرة يعني خل ناخذ أبرز الأشياء طبعا لا شك أستاذ بدر بأن التطوير هو سمة الإنسان وإحنا لما نتكلم عن التعليم عن بعد هو لا شك بأن يطور العملية التعليمية وخاصة للطالب والأستاذ يعني اليوم كل أستاذ كل طالب لابد أن يكون مهتم ومطلع على أبرز الأشياء التكنولوجية الأخيرة يعني برنامج تيمز زوم البرنامج الورد برنامج الأكسل الpowerpoint فيعني كل أشياء هذه المساعدة في التعليم وكذلك الأمر انطبق على الطالب طبعا يفعل العملية التعليمية يعني اليوم كان هناك تفعيل كبير لمتابعة الإيميل الإلكتروني الجامعي فإذن هناك تواصل عن طريق الإيميل بالإضافة لأنه سهولة وسرعة التوصل للمعلومة معلومة صارت بسيطة معلومة صارت سهلة في الوصول كذلك تمكن الطالب من التعليم في أي مكان يعني حتى لا يكون عدم الحضور للحرم الجامعي عائق في مواصلة التعليم ولذلك هذا القرار الذي اتخذته جامعة الكويت ومواصلة التعليم الإلكتروني هو قرار جيد ونافع للجميع إذن هو ملائم وهو ممرن وهو مؤثر على العملية التعليمية هذا من ناحية المميزات لكن لما نشوف أستاذ بدر يعني لابد أن يكون كل شيء له عيوب وقد يكون هناك تأثيرات سلبية يعني خلنا أخذ على أبرز الأمثلة أول شيء كان هناك لابد أن الطالب يشتري جهاز لابتوب أو آيباد أو أي كان في هذه الأجهزة المساعدة طبعا ملك اللي خلنكن صريحين ملك اللي عنده القدرة الشرائية لهذا الأمر فلذلك أنا أحيي كل المساعدات وكل الأشياء اللي صارت لمساعدة الطلبة والمبادرات الاجتماعية اللي بذلوها أساتذة الكليات واللي بذلوها الجمعيات والروابط الطلابية لمساعدة زملائهم وأخوانهم الطلبة إذن هناك تكلفة مادية بالإضافة إلى أن شبكات هل حصلت مساعدات لولياء الأمور في شراء الأجهزة الإلكترونية؟ حسب ما علمت بأنه تم شراء كمبادرة تم الشراء من قبل مبادرات مجتمعية وتم توزيحها على الطلبة وهذه قيمة اجتماعية عالية في الحرص على مستقبل الطالب ورفع المعاناة عنه وحتى ما يعاقب الطالب بسبب جائحة هو لا ذنب فيها فهذا كانت صراحة قيمة عالية اجتماعية وقيمة أخلاقية وقيمة جدا متميزة في هذا المجتمع بالإضافة لأنه اتضح لنا يعني إحنا صراحة لما نكون في البيت الواحد ساعات في بعض الغرف ما يكون فيها شبكة الانترنت عالية المستوى فلذلك انه اتضح لنا خاصة في لما نعرض المحاضرات وكل المحاضرات لايف بأن بعض الطلبة لما يجي يتكلم يبي يسأل يبي يجاوب يبي يعني يقدم الشيء اللي عنده الصوت قد لا يكون واضح الكاميرا قد ما تكون واضحة طبعا هذا يرجع لأسلاب كثيرة منها يعني ممكن ضعف المستوى للانترنت الشيء طبعا المهم بأنه يصعب على الاستاذ بأنه يراقب الطلبة يعني على سبيل المثال وأنا أقصد المراقبة هو عدم شتات ذهن الطالب في التركيز على المحاضرة هذا ما أقصد بالمراقبة يعني على سبيل المثال أنا كاستاذ مقرر ساعات أشوف الطالب يسرح في المحاضرة وهذا أنا أتكلم عن التعليم التقليدي يعني موجودين عندي في الكلاس فأنا أقول يا فلان انتبه معاي ترى هذا موضوع مهم هذا موضوع ممكن يجي في الاختبار ممكن يعني عن طريق التشجيع أني أسأل وأخذ أكثر من إجابة هذا الشيء صراحة شفته قليل في التعليم الإلكتروني لعدد أسباب لعدد أسباب من الممكن أن تكون شروط الذهن من الممكن أن تكون الطالب يعني قد ما هو متعلم على المشاركة ولكن هذا لا يعني بأن هناك العديد من الطلبة المشاركين والإيجابيين والمتفاعلين في المحاضرة إذن هذا الشيء يعني خاصة لما يكون عدد الطلبة كثير فالأيقونات ما تقدر تلاحق على أن تتنزل وهذا صحيح وهذا فعلا واقع خاصة بأنه لما أنت شارك مع الأسات إذا في تبادل الخبرات نشوف بأنه بعض أحيانا لما طبعا الكاميرا ما يحق لي أنه ما ألزم الطالب بأنه يحطها ويشقلها لأن هذا حرية الطالب لكن في الاختبارات وهو ملزم في حالة أني أنا أمرته وهو ملزم في حالة أني أنا أمرته لكن في شيء مهم أول شيء يعني احنا كلنا كنا طلبة جامعة وكنا نتفاعل مع زملائنا بعد المحاضرة وكان هناك وسيلة تواصل اجتماعي في حضور المحاضرات وفي القعدة في ما بين المحاضرات وتبادل الخبرات هذا الشيء ما هو موجود الآن إذن الطالب المستجد أو الطالب اللي صار لفترة قصيرة في دخول الجامعة قد يشعر ترى في العزلة وقد يشعر في قلة الخبرة فهذا الشيء أمانة أنا يعني اكتشفته خاصة لما سألني أحد الطلبة قال لي دكتور شنو الصفحات الملغية وشنو الصفحات أنا قلت له ممكن تسأل زملائك قال أمانة كان هذا أول كورس لي فيعني ما تجاوز أسبوعين مثل أننا كطلبة لما نسأل من الدكتور الزين من الشعب الزين منه هذا فيصير فيه تفاعل اجتماعي وتعليمي أيضا نعم فيعني بالنهاية ما نقدر نقول بأن هذه العيوب تغطي المميزات التعليم الإلكتروني جدا مهم التعليم الإلكتروني يدفع بالعملية التعليمية للاستمرار لا يمكن أن نحن نوقف التعليم بسبب أنه طالت المدة فلذلك كان قرار جدا حكيم في مواصلة التعليم وفي عدم إيقاف مستقبل الطلبة بسبب جائحة لا دخل من الطلبة لا دخل للبلاد فيها كلها فلذلك يعني فعلا أنا أدعم هذه العملية وشخصيا أنا ومجموعة من الطلبة ومجموعة كبيرة من الأساتذة ندعم تطور التكنولوجي نحن ما زلنا متعلمين ما زلنا قاعدين تعلم أشياء جديدة وأنا أحيي المبادرات أحيي جدا المبادرات اللي يقوم فيها كثير من الأساتذة بأن يشجعون على تطوير المهارات التكنولوجية لدى الطالب والأستاذ بالإضافة إلى أن كثير من الأشياء وخاصة البرامج اللي إحنا قاعدين نكتسب منها خبرات إذن فالتعليم الإلكتروني جدا مهم ومبسط الطالب ومبسط الأستاذ في العملية المنظومة كتعليم في الدولة يعني إحنا نلاحظ أيضا دراسات العلية دراسة عن بعد وأيضا انتهوا من الدراسات العلية والتجوا إلى دراسة البكالوريوس اللي دراسة عن بعد فهذه كنا نسمعها وإحنا طلبها في الجامعة فأكيد في بعض الدول تمرست هذا الشيء واستفادت من الخبرات اللي عندها ونقدر إحنا نستفيد من أخطائهم نستفيد من المميزات اللي هم يرونها مناسبة فمستقبل التعليم الإلكتروني ما هو في الكويت ممتاز أول شيء إحنا لا بدنا نعرف بأن إحنا اضطررنا اضطرار للجوء إلى التعليم الإلكتروني وذلك حتى لا يتم يقاف التعليم إذن التعليم التقليدي ما زال موجود ولم يتم إلغائه ولكن تم استبعاده لفترة معينة حتى تعود الأمور إلى نصابها بالشكل الطبيعي التعليم الإلكتروني لابد نحن نعترف بأنه قفز قفزة كبيرة جدا في الممارسة الكل صار يعرف الشي الثاني الكل صار يمارس هذا التعليم إذن الكل تطور الكل قاعد يستخدم الإيميل الإلكتروني الكل قاعد يسلم واجباته إن الآن قبل في حالة أنه طلبنا بحث طلبنا واجب شون يعطينا يا الطالب إحدى من الطرق الثلاث ياما يسلمني بعد المحاضرة أو قبلها أو إنه يجيني في الساعة المكتبية أو إنه يحط في الصندوق التابع لي أعضاهية التدريس في سكرتارية القسم إذن هو التسليم اليدوي يدوي في التصحيح أروح أقرأ كل شيء كل ما أعدل عليها ومن ثم أحط عليها خاط وشيء شديد تستهلك وقت؟ نعم تستهلك جهد من الطالب إنه يجي ويسلم؟ نعم من الممكن ما يكون عندهم حاضرة في الوقت اللي أنا أسوي فيه الساعة المكتبية ومن الممكن أن يكون آخر يومهم محاضر إذن تستهلك وقت وتستهلك جهد وقد ما يحصلني في هذا الوقت ولكن بالنسبة أن نأخذها على تسليم الواجبات في برنامج التيمس والبرنامج المعتمد لجامعة الكويت ضغطة زر انتهى الأمر حطها في برنامج الورد يكتبها وسلمني إياها التصحيح جدا سهل بسرعة كأني قاعدة أقرأ مقالة إلكتروني بالإضافة لأنني أقدر أرده وحط الأشياء اللي أخطأ فيها فإذن عملية جدا صارت سهلة بالنسبة لنا بالنسبة حق التصحيح الاختبارات نأخذها كنسبة وتناسب كم نأخذ بالنسبة تصحيح الاختبارات في التقليدي ورقة ورقة ونعدل على سؤال سؤال في التعليم الإلكتروني وخاصة في برنامج التيمس نحن نحط إجابات نموذجية ومن ثم في أقل نصف ساعة ممكن يخلص لي 40-45 طالب يعني الإجابات تكون اختيارية مثلا؟ نعم يكون مثلا صح وخطأ نحط والله مثلا لما نضع السؤال نحط أن هذه هي الإجابة الصحيحة في مجرد أن الطالب ينتهي ويرسل ويرسل الاختبار الأستاذ أمام خيارين يعني أنه يبين لها النتائج على طول أول ما يرسل يعني الطالب مهم تعود ترى من أول ما يرسل يطلع لها النتيجة على طول أو أن الأستاذ حتى يمنع الغش في هذه المسألة بأنه لا من ترسل يطلع لك أن النتائج مواضحة صفر فبعض الطلبة الحقيقة عبال أنه صفر جاب في الاختبار من 40 فتواصل معي يعني فأنا بينت له بأنه لا هذه طريقة جديدة حين نستخدمها وهذه طريقة تم نصح فيها من قبل الأساتذة اللي مروا في تجارب اختبارات سابقة قبلنا لأنه ممكن في التصحيح فيما بعد نسلمهم الاختبار يكون كامل ومصحح إذن المستقبل للتعليم لابد أن نحن نقول شقلة وحدة ونضيف عليها بعض الأمور أول شيء تجاوزنا عقبة كبيرة جدا في مسألة التعليم الإلكتروني وهو الممارسة والترويج للتعليم الإلكتروني بل أنه ليس الممارسة حاليا على مستوى طربة الجامعة من يوم الأحد مبلشين وزارة التربية على مستوى جميع المراحل التعليم الإلكتروني إذن هذه صارت ثقافة مجتمع إذن أنا قاعد أنشر هذه الثقافة ما بين طربة وزارة التربية وطربة الجامعة وهذا لابد أن يرفع مستوى الوعي الإلكتروني في وسائل التعليم في وسائل التواصل وهذا شيء يعود بالنفع فيما بعد يعني هل معناه أننا نوقف التعليم الإلكتروني في حال أن أرد التعليم التقليدي لا السؤال الإجابة طبعا لا لكن ممكن يكون كبديل يطور هذا التعليم يطور من القدرات سألتني عن الجامعات اللي برا كثير من الجامعات اللي برا قاعد الآن خاصة في مناقشة الرسائل الماجستير والدكتوراه تقوم عن طريق وسائل التواصل التعليم الإلكتروني الطالب يكون موجود في بيته المشرف الأول يكون في بيته المشرف الثاني يكون في بيته والكلية تكون موجودة في الكلية اللي هو الشخص اللي يمثل الكلية إذن كم مكان عندنا؟ عندنا أربع أماكن ويكون لقاء مباشر ويتم أعطاءه الرسالة والشهادة إذن لا يكون عاق التعليم الإلكتروني هو تعليم مهم التعليم الإلكتروني هو جدا يمثل قيمة إضافية ونقلة نوعية في المجتمع ولكن هل إنه يعني إنه كبديل بأنه نستقن عن التعليم التقليدي لا التعليم التقليدي جدا مهم ليش جدا مهم؟ أول شيء أهم شيء في العملية التعليمية هو التواصل بين الطالب والأستاذ يأخذ من قيمه يأخذ من علمه يتواصل مع زملائه يتواصل مع الإدارة الجامعية الجامعة سميت جامعة لأنها تجمع كثير من الأمور تجمع الأخلاقيات تجمع الدراسة وتجمع الطلبة في مجتمع جدا رائع في مجتمع سواء في انتخاباتهم الطلابية مجتمع نقابي في أمورهم الدراسية تجتمعهم في مجتمع أكاديمي في الأنشطة الطلابية يجتمعون في مسألة التواصل وحضور المحاضرات وحلقات النقاشية والمؤتمرات يعني هو تنمية سلوك تعليمي وسلوكي تنمية مهارات نعم لذلك التعليم التقليدي هو تعليم أساسي وباقي وتعليم جدا مهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال يتم الاستغناء عنه ولكن لابد أن يكون هناك تعليم بديل هل معناها أنه والله نستقني عن التعليم الإلكتروني لا من الممكن أن نجد بديل يعني على سبيل المثال نكون حلقات النقاشية حلقات النقاشية ما هي محاضرات المؤتمرات ممكن تكون في التعليم الإلكتروني فإذا من الممكن يتم استخدامه وأنا أدعو صراحة بأن يتم استخدامه وعدم الاستقناء عنه نهائيا لأن هذه مهارة والمهارة هذه بعد ما تم اكتسابها لابد أن يتم تنميتها وتطويرها بالإضافة إلى أن يتم تفعيلها على مستوى المجتمع نتكلم سابدر عن ثقافة مجتمع إذن طورنا ثقافة المجتمع من التعليم العادي التقليدي إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ما فيه أسرة حاليا في الكويت إلا هي تتعامل أما مع أحد أبنائها في وزارة التربية من المرحلة الابتدائية متوسطة ثانوية أو من اللي هو مرحلة الجامعة ثقافة المجتمع إززنا هذه الثقافة يعني إحنا ناخذ دكتور من مميزات التعليم الإلكتروني يعني كسبيل المثال يعني الواجبات بعض الأسئلة وإحنا لاحظنا صراحة بأن بعض الناس قامت تعرف الإيميل وتتعامل مع الإيميل بصورة جيدة غير عن السابق هذا اللي لاحظنا من مميزات التعليم هذا صحيح هذا صحيح شيء ثاني بعد بأن طالب قبل في حالة أنه بيتواصل مع مع الأستاذ له مدة محددة أنه يا أم أنه والله يحضر بعد المحاضرة وخاصة إذا كان الأستاذ مسحوم في محاضراته يطلع قبل نهاية المحاضرة بخمس دقائق يالله يروح حق المحاضرة الثانية وبعض بعض الطلب عندهم أسئلة وجهة وبعضهم يبي يسأل سؤال ممكن يفيد الطلبة لكل فلذلك أن هذا أمر متاح حاليا بأنه يرسل المسج عن طريق التيمز والله دكتوريا ليت شرحنا كذا كذا ممكن أحط كبوست عام حق كل المشاركين ويكون مسجل ومكتوب والله يا جماعة أنه والله زميلكم أو زميلتكم اسألت هذا السؤال وهذا ردي عليها فإذن نشر للمعلومة صار بشكل أوسع صار أيضا عندنا مسألة التفاعل بين الطالب والأستاذ بشكل كبير صار وصار جدا سهل صار جدا سهل ما هو معقد إذن إذن طبيعة العلاقة ما بين الأستاذ والطالب في التواصل في وسائل التكنولوجيا قللت الوقت وصار الوقت وصار جدا سهل يعني أنا بدأ لا أقول حق كل طالب واحد واحد مجرد أني أسجل هذا الشيء وأكتبه في العام في برنامج التيمس أو في المايو أنا كنت أستخدم المايو قبل التعليم الالكتروني قبل بدل شاحة كورونا وفعلا يعني كان برنامج متميز كحال التيمس إذن يسهل كثير من العملية يسهل وصل المعلومة يوفر الوقت ويختصر يختصر المعلومة بشكل كبير وواضح يعني مجال التعليم الالكتروني مجال واسع وفي أفكار داعية صراحة مثلا لو بعض الدكاترين لو يخلي أهم شرحاتهم لأهم المسائل مسجلة بحيث أنها تكون مرجع يكون له صفحة خاصة يكون له الأسئلة هذه موجودة في صفحتها يرجع لها الطالب أي وقت إذا بنسأل عن شغلة ولا ندخل اليوتيوب مثل هذه الأشياء لو ندخل على موضع الجامعة ونلاقيها موجودة حتى لو بعد تخرجنا مثل النظريات اللي ما تتغير اللي هي أقلبها النظريات الرياضية فلذلك يسهل على الطالب ويسهل على الطالب الجامعي والطالب غير جامعي في هذه المرحلة اليوتيوب يعني صراحة شخصيا فادني شخصيا فادني في التعليم الالكتروني لا شك بأن الجامعة قدمت كثير من الدورات فعلا حضرناها ولكن في بعض الدورات توصل طريقة التعليم بصورة واضحة وجيدة اليوتيوب لا شك بأن أول شي يستذكر منها مو بس الطالب حتى الأستاذ يراجع على بعض الأمور وخاصة في التعليم الالكتروني سألتنا عن التسجيل إحنا وفقا للأحية الجامعة لا يجوز التسجيل إلا بإذن أستاذ المادة يعني الطالب ما يحق له التسجيل إلا بإذن أستاذ المادة وهذا الأمر ينطبق أيضا في التعليم التقليدي قبل يعني حتى إذا الطالب إذا بيحضر بيسجل الصوت بعض الطالبة يقول والله أنه لما أرجع أرجع البيت أنسك كل المعلومات بحكم أنه أخذ خمس إلى ست مواد وراء بعض فطبعا هذا اللائحة حمت حمت أستاذ المقرر في أنه يعني يتم الأخذ بإذنه وهذا طبعا له خصوصية أمانة يعني قد أستاذ المقرر لا يرغب في هذا الأمر فيعتمد على أنه يتم البث المباشر واللي حاضر حاضر واللي مو حاضر من الممكن أن يقدم سؤال نعم هل تعيد هذه الخصوصية في هذا الشأن؟ أهوى لابد أنه نؤمن في شيء مهم بأن للأستاذ له الحق الكامل في طرح أراءه وله الحق الكامل في التسجيل أو عدم التسجيل فإحنا نتكلم عن حرية راي إذن لا يمكن أن نسلبها منه مباشرة أو أن نعطيها إياه دون أي منح أي حق في الطالب في السؤال للتسجيل فإذن اللائحة وازنت ما بين الإعطاء والمن فإذن تم إعطاءه ولها الحق الكامل في السماح للطلبة أو عدم السماح نحن نلاحظ بعض المحاضرات تطول مدتها ساعة أو ساعتين أو ثلاثة في مثل هذه الأحيان الواحد يحتاج الخروج إلى دورة المياه يحتاج إلى الصلاة يحتاج إلى لذلك يمكن أن يطوفه شيء فليش هذا المنع اللي أنتو ترونه بالخصوصية وهو مجال تعليمي ليس مجال وهو للأمانة مو منع يعني مو منع ولكن أباحة اللائحة للأستاذ في منح هذا الحق أو الاعتذار فإذن نحن نتكلم عن حرية رأي أمانة وهذا فعلا يعني يتناسب مع الخصوصية التي تحتضي فيها المحاضرة الدراسية فإذن هذا مجال أعتقد أن اللائحة وازنت ما بين المنع والإعطاء خلني أرجع على مسألة اليوتيوب مبادرات جدا قيمة تم تقديمها من قبل أساتذة وتم شرح برنامج التيمز للطلبة حقيقة أنا سمعت من بعض الكثير من أولياء الأمور وخاصة اللي عندهم أبناء في المرحلة الابتدائية قالوا لنا بأن شن أفضل البرنامج فأنا وجهتهم على بعض اليوتيوب اللي مسوي الدكتور عبدالله فالي تشاوي وهو دكتور في كلية التربية ونزل عدد كبير من تشرح مسألة برنامج التيمز فلما شرحوها شافوها وشافوا الشرح اللي اللي قدم دكتور عبدالله استفادوا حقيقة كثيرة فإذن وغير دكتور عبدالله في أكثر من دكتور أمانته ما يحضرني أسمائهم وأجلهم وأحترمهم وأقدرهم وأقدر القيمة الاجتماعية اللي قدموها لأن مثل ما انت عارف أستاذ بدر في الفترة الأخيرة قبل بداية خاصة قبل بداية التعليم الإلكتروني حق المرحلة الابتدائية يعني قبل سبوعين عشر تأيام انزلت عدد كبير من الدورات اللي من الممكن بأسعار متفاوتة خمسين ستين سبعين دينار فهذا الموجود مثل ما ذكرت أن اليوتيوب هي شي مجاني واليوتيوب مرجع يعني مسجل ومرجع هذا مو معناها أني أنا ضد الدورات الدورات لها حق نحن كمجتمع نستغل هذه فرصة لأولياء الأمور وفرصة للطلبة وفرصة الأساتذة شخصيا استفت شخصيا لما رجعت ووجهت طلبتي أمانة وجهت طلبتي في أن هناك دليل كامل لشرح هذا البرنامج خاصة فيما يتعلق في تسليم الواجبات في طريقة البث المباشر فتح الكاميرا تضليل الخلفية اللي وراء الشخص أو تغيير القلفية في حالة هذه لاحظناها لاحظناها في البرامج نفسها تسوي أبديت للبرنامج بحيث أن يتناسب مع الشكاوي أو المقترحات اللي جت هذا البرنامج هو بلا شك يعني هذا برنامج يطور نفسه من نفسه يعني الشركة دائما ما تسعى لتطويره حتى أن لا بدنا نعرف بأن هناك البرامج الكثيرة خاصة من مع بدء التعليم الإلكتروني بأنها قاعد تنافس للحصول على أكبر قدر من الثقة للمؤسسات الجامعية وللطلبة وللأساتذة إذن حنا نشوف ترى فيه تنافس تكنولوجيا رهيب خاصة في الفترة هذه البرنامج تيمس كل ما لقاعد يطور يعني آخر تطوير حسب ما تم إبلاغي فيه من قبل بعض الأساتذة بأن هناك نوع من الصفوف الافتراضية صف افتراضي ناخد صورتك ونخليها في مقعد معين فلما فلما الأستاذ يشرح يشوف قدامه ما يشوف أيقونات لا يشوف كأنكم كلكم موجودين طبعا هذا لابد أن يحتاج شنو أن الكل يفتح الكاملة فيشوف أن كلكم موجودين في صف ومسرح ومدرج أصوركم موجودة في هذا المدرج بس التعامل مع هذا بذكاء وزارة التربية خلت للطالب اللي في المرحلة الانتدائية أن تكون مسجلة بحيث أنه لا يستطيع التعامل مع الكاميرا اليوم فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله اللي أنعم علينا بنعمة التكنولوجيا وخاصة مع الجيل اللي موجود في الكوت اليوم خاصة بالأعمار من سبع ثمان سنين الليك لقاء لتعامل مع التكنولوجيا كتليفون يمكن قليل في اللابتوب ولكن الآن رجع منتشر بشكل كبير خاصة بالتعامل مع التعليم الالكتروني أأيد جدا هذه الفكرة بأنه فعلا خاصة بالمرحلة الابتدائية نحن نتكلم عن أولياء أمور ونتكلم عن جهد كبير قاعد يبذلونه في أنهم يحاولون كثر ما يقدرون أنهم يوفرون بيئة دراسية حق الطالب وخاصة مرحلة الابتدائية صعوبة ليش أنه يشوف كل الأشياء وسائل الترفيه عنده موجود في البيت وبالمقابل أهلا يحاولون يقنعونه بأنه يشوف شنو يشوف المادة الدراسية هذا جهد كبير قاعد يبذلون أولياء الأمور خاصة في هذه الفترة فبالعكس أنا صراحة جدا أؤيد وهذه فكرة صراحة جدا رائعة وعسى الله يكون في عون أولياء الأمور أمانة خاصة في الفترة هذه يعني قاعد مو بس يبذلون جهد في أنهم يقنعون الطالب بل جهد آخر اللي هو شنو اللي هو أنهم يحاولون يوازنون ما بين عملهم وبالنهاية عندهم عمال وبالنهاية أيضا عندهم التزامات فبالإضافة إلى أنهم غير هذا يدرسون الطالب فيعني الله يكون في عونهم نوجههم تحية نعم 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 نوجههم تحية نعم زين دكتور علاقة الطالب مع الدكتور في تعليم الإلكتروني هل زادت ولا غلت أنا أوجه تحية كبيرة اللي طلبتي يعني يعني أنا في هالسنة الدراسية سنة 2019 2020 يعني حضيت صراحة فضل الله سبحانه وتعالى أستاذ بدر الله اكرمني في مجموعة رائعة ومميزة من الطالبات والطالبات يعني لما أبتدي في جزاء عام طلبة اللي درستهم ومشرفت على تدريسهم في الكورس الأول لما أتكلم عن طلبة اللي محكمة تدريبية هذا في كلية الحقوق طبعا لما أتكلم عن مجموعة المواد الدراسية اللي أشرفت عليها اللي هو مثلا المبادئ الجراءات الجزائية اللي طلبة كلية العلوم يمكن تستغرب كلية العلوم نعم كلية العلوم ثقافة الجزائية أيضا كلية العلوم مقرر اللي هو علم الإجرام والعقاب كمقرر اختيار حقه الحقوقيين العلاقة 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 جدا متميزة أنا أتكلم عن وجهة نظر الشخصية العلاقة جدا رائعة جدا متميزة حقيقة ما يم يعني كل كل استاذ يقدر بأن يعني يوظف هذا الظروف يوظف الظروف جميعها فإن يوصل هذه العلاقة إلى أعلى مستوى ومن الممكن حتى في التعليم التقليدي بأن العلاقة بين الطالب والاستاذ تكون إلى أدنى مستوى فإذن التعليم الإلكتروني أو التعليم التقليدي ليس عائق في ارتفاع مستوى هذه العلاقة هذا أولا الثانيا لا بدنا نعرف بأن الاحترام والتقدير وتوصيل المعلومة بشكل مبسط والتشجيع ودعم الطالب نفسيا وأكاديميا ودراسيا وتشجيعه في الاستمرار حتى لو طاح أو ما ما توفق في الاختبار الأول أو أن الواجب والله ما قدمه في شكل يعني شكل مناسب أو يرضي الاستاذ دائما خط الرجع موجود ودائما التشجيع موجود فلذلك أنا صراحة ما أشوف أي فارق أي فارق بالنسبة حق التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي غير أن يعني انحرمنا من شوفتهم أمانة التواصل معهم التواصل المباشر ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في التواصل الإلكتروني في الرسائل في المحاضرات في استقبال الأسئلة في فتح الساعات المكتبية الافتراضية ما كان فيه إشكال في ذلك أمانة بالنسبة لي لا أنا أوجههم تحية خاصة في نهاية الكورس وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح الله مؤمن نحن قبل لما الواحد ما يجيب درجات زينة في الاختبار فيمكن يشفع للدكتور في حضوره فكنا نشوفها بعيوننا صراحة لما يقول الدكتور في الاختبارات النهائية يطالع الكشف يشوف أنه فلان ما يعني تخلف عنه ولا محاضرة ودرجاته متدنية فيسادة ونجاح الآن في التعليم الإلكتروني واجهتم هذا أو تواجهكم في عملكم مثلا مثل هذه الظروف أخوة الأمانة الجامعة قدرت بأن هذا التعليم هذا الفصل هو فصل استثنائي ولذلك يعني وجهت العديد من الأساتذة بالتخفيف خاصة سواء بالكمية أو بأن تخفيف لعباء الدراسية فلذلك كان توجهنا في تقسيم الدرجات على أكثر من محور أمانتهم يعني المحور الأول لا شك بأن الاختبار الحضور والقياب والحضور والقياب ما نأخذ ما نأخذ بالأسماء الحين لا الحين على طول ينزل من مجرد أن الطالب يدخل يقول لك والله أن الطالب فلان وفلاني دخل في الساعة الفلانية وطلع في الساعة الفلانية إذن هو هو حضور إلكتروني يعني يعني الحضور والغياب إلكتروني هذا الشيء الأول الشيء الثاني حنا نتكلم عن أبحاث يقدمها الطالب تتعلق مشاركات نتكلم عن بريزنتيشن يسوي الطالب نتكلم عن أمور ثانية من الممكن أن الطالب يساعد فيها زملائها على سبيل المثال أنا صراحة كانت عندي إشكالية في أن عدد كبير من الطلبة في أحد الشعب ما هم قادرين يعرفون طريقة تسليم الواجب فأحد زملائهم وكذلك في الشعب الثاني أحد زميراتهم قدمت بريزنتيشن وقدم بريزنتيشن في كيفية تسليم هذا الواجب وهذا فعلا أنا استغليتها صراحة كفرصة أول شيء أن أشجع الطالب أن يساعد زملائها شيء الثاني بأن لو أنا شخصيا أبي أخذ أبي أعلم شخص شخص ما رح نخلص بالإضافة إلى أن لابد أن نفرض قيمة معينة الدكتور من الممكن جدا يسهل على عملية الطالب في مسألة التعليم ولكن ترى المشاركة من الطالب إلى الطالب نفسه وبمساعدة الدكتور وبتوجيه الدكتور هذه جدا قيمة كبيرة أول شيء أن يسرع الثقة فيه بأنه يكون وحطه كمحاضر يعني هو لما يتكلم عينه كمحاضر يعني نحطنا في التعليم الدكتورين أنه الآن يتكلم المحاضر هو اللي يتكلم وهو يتكلم بالثقة شيء الثاني يتكلم بالمساعدة يساعد زملائه فإذا هو يأخذ الشكر والإحسان منهم لأنه قاعد يقدم لهم معلومة يقدم لهم قيمة وهذا يكفي على البرزنتيشن الرئيسي ولا شك ولا شك لا شك لأنه يقدم يقدم أمانة معلومات جدا رائعة وجدا مميزة وأنا أحييهم صراحة كل اللي عملوا البرزنتيشن خاصة في بعض الأمور يعني أستاذ بدر أن أنا منتكلم عن البرزنتيشن بعض الطلبة يحبون بينهم يعملون البرزنتيشن متعلق في المادة وأنا أشجعهم خاصة قبل الاختبارات بفترة معينة لأنهم يشوفون ويحاولون يلخصون موضوع معين ويقدمونه وهم يستفيدون بالتلخيص والمتلقي الطالب أيضا يستفيد لأنه قاعد يتم تقديم له موضوع جدا مختصر دكتور المواد الغانونية في كلية العلوم ما أهميته وما هي المواد المطروحة في كلية العلوم ممتاز ممتاز أنا صراحة اللي شرف بأن هذا هو الكورس الثالث اللي يقدم فيه المادتين اللي هم مادة الثقافة الجزائية ومادة مبادئ الإجراءات الجزائية طبعا تقدم من كلية العلوم تسألني عن أهميتها أقول لك بأن أهميتها هي تنطلق من برنامج علم الأدلة الجنائية في كلية العلوم طبعا مثل ما تعرف بأن هناك علوم مساعدة لقانون الجزاء ولما تكون هناك جريمة قتل على طول للطب الشريع يروح رفع البصمات ويشوفون الجثة تخصصهم مقانون ولكن القانون يمثل أهمية كبيرة في حياتهم وفي عملهم ولذلك كان جدا مهم بأن تقدم هؤلاء المقررين المقرر طبعي الثقافة الجزائية هو مقرر لطلبة كلية العلوم وللطلبة الأخرى ولكن مبادئ الإجراءات الجزائية طبعا لابد أن طلبت كنت العلم أن يجتازون مقرر الثقافة ومن ثم الإجراءات طبعا ممن الممكن أن يكون السؤال أنه والله شنو نقدم لهم أوكي ثقافة قانونية شنو نقدم لهم ما هي كلية الحقوق تقدم حق طلبة غير حقوقيين ما بعد القانون الجزائي لنشر الثقافة الجزائية لكن كلية العلوم قالت نحن نبي توصيف مقرر خاص لنا يعني على سبيل المثال نعلمهم الجريمة وفقا للقانون ما هي الجريمة الركن المادي الركن المعنوي المساهمة الجنائية ومن ثم نقدم لهم تعريف عن الجراءات الجزائية نعلمهم عن يعني التفتيش والقبض وكذلك الندب بالإضافة للسلطات الاستثنائية لرجل الضبط القضائي من ثم نبين لهم بعض الجرائم المتعلقة في عملهم يعني على سبيل المثال المخدرات التزوير تزييف المسكوكات فإذا نحن نقدم لهم برنامج أو مادة من نوع خاص بعد ما يخلصها الطالب خاصة نتكلم عن الطالب المختصين يتجهون إلى مقرر آخر وهو مقرر مبادئ الإجراءات الجزائية مبادئ الإجراءات الجزائية مثل ما تعرف بأن للمحكمة أو للقاضي بأن يستدعي أو يعين خبير فإذا من الممكن أن يكون هؤلاء الخريجين أحد خبراء المستقبل فإذا لابد أنهم يعرفون شنو هي الخبرة وما هي إجراءات المحقق خاصة لما يرد إليها البلاغ في الجريمة يحول إلى المحكمة محكمة أول درجة ومحكمة الجنايات ومن ثم ما هي إجراءات وما هي طبيعتها وخاصة فيما بعد لما يتم إليها الموضوع الاستناف وموضوع الطعون وموضوع المعارضة فإذا الطالب يأخذ حصيلة كاملة ومبسطة لأن نسميها مبادئ الإجراءات هي لا يمكن أنها تكون شيء كامل مثل مقرر الإجراءات الجزائية في كلية الحقوق اللي على سنة كاملة ولكن نحن نعطيه أشياء جدا مهمة وإن كانت بالفترة بسيطة وأنا صراحة لاحظت أستاذ بدل لاحظت خاصة في هالمقررين هذولين شغف في معرفة القانون إيه والله علم ويعني دائما السؤال في معرفة المزيد عن الإجراءات القانونية فأنا دائما أقول يعني أقول حق طلبتي في كلية العلوم أقول أنتم أمانة قاعد تقدمون شيء جدا رائع ليس في الاختبارات فقط هما دائما يعني يتميزون في المستوى التحصيل العالي حالهم حال طلبة كلية الحقوق أعتز فيهم جميعا وأتشرف بأني صراحة درستهم طلبة العلوم مع أنهم غير قانونيين ولكن دائما ما يسعون إلى البحث عن كل أمر قانوني يتعلق في المادة الدراسية ولذلك تجد المادة الدراسية أو الكلاس دائما يكون هناك إثراق قانوني في مساء سواء في الثقافة الجزائية أو في الإجراءات مبادئ الإجراءات الجزائية ففعلا كان برنامج هادف وزي ما سوت أمانة كلية العلوم لأن هذولي طالبه بالنهاية يدشون المعترك القانوني وإن كان ليس بشكل كامل فمعرفتهم للثقافة الجزائية والجرائم التي ذكرناها ومبادئ الإجراءات الجزائية كان إجراء جدا موفق وأسأل الله لهم التوفيق اللهم أمين وهذا متعلق أيضا في ضمن عملهم في الأخطاء الطبية وهم مساءلين جزائيا في الأخطاء الطبية فيجب عليهم إدراك هذا الأمر واستوعابه دكتور كما نعلم أن المحكمة الصورية هي من ضمن المغرارات الدراسية على مدهة سنة كاملة فكيف كان التعامل معها في ظل جاعة كورونا والتعليم الإلكتروني نعم صراحة أن المحكمة التدريبية هي مقرر لطلبة سنة رابعة وأنا أحييهم وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح مثل ما تعرف بأن ابتدينا في الكورس الثاني خاصة في 19.1 وكان مقرر بأن المحكمة التدريبية وهو أن يكون تنعقد في تاريخ أتوقع تسعة ثلاثة ولكن الإجراءات معينة لأن هذا كان من المفترض أن يصادف هو حفل التفوق السنوي للجامعة فتم تأجيلها إلى ثلاثين ثلاثة هذا قبل بدء جائحة كورونا أول ما ابتدأت جائحة كورونا في أول ثلاثة وما ترتب عليها من تعطيل للجامعة ابتدأت المحاكم بفتحة بوابها في آخر شهر ستة تقريبا طبعا إحنا كساتذة مقرر لا يمكن بأن نوجه طلبتنا وخاصة أن الجامعة في ذاك الوقت موقفة فما نقدر نقول لهم أروح حق المحكمة فإحنا التزمنا بما قررت الجامعة إلى أن ابتدأت الجامعة في تسعة ثمانية استكمال الفصل الدراسي الثاني طبعا مجلس كلية الحقوق في جامعة الكويت اتخذ قرار بأن بديل كبديل للمحكمة التدريبية الصورية وحتى أنه طبعا تعرف حتى لا يكون هناك عدوى في التواصل المباشر ما بين الطلبة وهذا قد يترتب في نقل العدوى إلى أسرهم فقال إحنا نكتفي بما قدموه ونقول بأن على كل طالب بأن يقدم أربع تقارير كل تقرير يعني يقسم إلى أن على حكم قضائي من محكمة التمييز ويقول فيه الطالب طبعا تقرير كتابي ويتم إرسال عن طريق التيمس تفعيل للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد يقول فيه الطالب ما قررت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وراية فإذن وهي عملية تحليل فكري للطالب في مسألة معرفة الحكام القضائية كبديل فقط لمسألة جائحة كورونا أمانة طبعا شنو سويت وهل أن والله فعلا تم ترتيب قبل بدجاحة كورونا لمسألة المحكمة التدريبية نعم حقيقة يعني صار فيه ترتيب للطلبة بأنهم يتعودون على على الاستيج وتكلمون بشكل مباشر كل طالب كان عندي يقدم بريزنتيشن وليكسر الحاجز هذا كله كان قبل بدجاحة كورونا على اعتبار أنه كان فترة قصيرة قبل المحكمة التدريبية إضافة أنه كانوا ينزلون لحق المحكمة واستضفنا يعني عدد من المحامين كانوا يتبادلون الخبرات وياهم ويبينون لهم العدد كبير من بعض الإجراءات فنقل للخبرات أمانة وكان عندنا برنامج لكن لم يتم استكماله بخصوص النجاح حد كورونا ابتدت في أول شهر ثلاثة وتم إيقاف هذا الشيء فأنا أحييهم بدلوا صراحة ما يستطيعوا من جهد وكانوا دائما متميزين في علمهم وأدبهم وقدموا التقارير صراحة مميزة أمانة وخاصة بأنهم يعلقون على الأحكام القضاية الصادرة من محكمة التيمس يعني ما كانت الكبث مباشر بين الطلبة وكمحكمة سورية كانت بس اكتفيتوا في التقارير فيها التقارير وكان لنا طبعا محاضرات أسبوعية بحكم أن المحكمة التدريبية هي يوم بالأسبوع فكنا نتواصل مع طلبتنا عن طريق التيمس يعني على أساس نتواصل ونشرح لهم المحتوى العلمي الجديد اللي تم إقراره من قبل مجلس كلية كلية الحقوق وتم اختارنا فيه الله يطيك العافية دكتور علي مزحي البذالة الرشيدي وأثريتنا صراحة في المعلومات والحياة الطلابية التي أشناها في جائحة كورونا كلمة خيرة دكتور مشكور أستاذ بدر وأشكرك شخصيا وأشكر القائمين على برنامج جولة حقيقة انت شرفت في أني أكون ضيف وشرف كبير والله يا أستاذ بدر أن تم استضافتي وخاصة في هذا البرنامج أسأل الله التوفيق لك وأسأل الله التوفيق لجميع طلبتنا سواء في مراحل ابتدائية ومتوسطة والثنوية ومراحل جامعية ولا بد أني أشيد صراحة بزملائي اللي صراحة تواكبوا مع العملية التعليمية وأمانة قدموا أداء رائع خاصة في ضل جائحة كورونا وأحيي كذلك طلبتنا لعزاء وخاصة أنا أحيي طلبتي فأسأل الله لهم التوفيق تشرفت أمانة في التواصل معهم خاصة في هذه الجائحة وأسأل الله أن الله يوفقهم ويسر أمورهم وشكرا لك أستاذ بدر وأسأل الله أعطيك الصحة والعافية ومن تقدم إذا تقدموا من نجاح إلى نجاح السمد كلافية دكتور شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر